يا ترى من شو بتتكون أعضاء وأجهزة الكائنات الحية المختلفة؟ تعالوا نبلش من أساس تكون الحيوانات أو الكائنات الحية أول إيش رح يكون فيه عندنا بويضة يصير لها عملية الخصاب ويتكون عندنا البويضة المخصبة أو الزايقوت هاي البويضة المخصبة رح تمر في عدة انقسامات متساوية وبعد عدة انقسامات متساوية رح تكون عندنا البلاستولة لو جبنا هاي البلاستولة وأخذنا منها مقطع عرضي رح نلاحظ أنه بالداخل في عندنا تجويف البلاستولة يعني هي من جوة بتكون مفرغة وفاضية وهون رح نجي لتصنيف الحيوانات ففي عندنا حيوانات تحتوي على ثلاث طبقات مولدة مثل الديدان المسطحة وفي عندنا حيوانات تحتوي على طبقتين مولدتين فقط مثل اللاسعات وهاي الطبقات المولدة هي اللي رح تكون لنا أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة بعد نمو الكائن الحي مثلا الطبقة المولدة الخارجية رح تعطينا الجلد والجهاز العصبي أما الطبقة المولدة الوسطى رح تعطينا جهاز الدوران والطبقة المولدة الداخلية رح تعطينا جهاز التنفس والجهاز الهضمي وطبعا غيرهم من الأجهزة طيب شو دخل هذا الحكي بتصنيف الحيوانات؟ عدد الطبقات المولدة بساعدنا في تصنيف الحيوانات لأنه مثلا الحيوانات اللي بتكون تكونت أساسا من ثلاث طبقات مولدة بيكون جسمها أعقد من الحيوانات اللي بتكون تكونت أساسا من طبقتين مولدتين فقط هيك بنكون تعرفنا على تاني أساس من أسس تصنيف الحيوانات في المرة الماضية تعرفنا على تماثل الجسم هاي المرة تعرفنا على عدد الطبقات المولدة وفي المرة الجاية سنتعرف على آخر أسس من أسس التصنيف